بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى قناة الشرق والأخبار من القناة مرحبا بكم نستهلوها بالعناوين ولاية الخرطم تقرر إغلاق الجسور والمعابر يومي الاثنين والثلاثة البرهان يبدأ استعداد الدولة لمعالجة أي إشكالات في طريق السلام السودان يؤكد لمصر وأثيوكيا ضرورة العودة لطاولة المفاوضات حول سد النهضة أهلا بكم قررت ولاية الخرطم إغلاق الكبار وإغلاقا كاملا دون استثناءات يومي الاثنين والثلاثة ويشمل الإغلاق المعابر للولايات دخولا وخروجا وأصدر والي ولاية الخرطم يوسف آدم الضيل المكلف رئيس لجنة تنسيق أمن الولاية بيانا حول مقررات اجتماع لجنة أمن الولاية فيما يتعلق بالذكرى الثلاثين من يونيو جاء فيه وقررت اللجنة إغلاق الأسواق والمحالة التجارية والخدمية حتى لا تكون عرضة لاستهداف المنذسين وتجميد إصدار تصاريح مرور جديدة لحين إشعار آخر وقررت السلطات بولاية الخرطم التشديد على الحضر الصحي والالتزام الكامل بالموجهات والاشتراطات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا كذلك قررت تأمين موقف المواد التموينية ليومية التاسعة والعشرين والثلاثين من يونيو وتسليم حصص دقيقة الخبز كاملة وتأمين موقف المواد البترولية وقالت اللجنة إنها وضعت خطة أمنية محكمة لتحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطن أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الإرادة القوية للحكومة الانتقالية لتحقيق السلام باعتباره يمثل الأولوية القصوى لها وأبدى لدى لقائه وفد الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار الأمني لرئيس دولة الجنوب توت قلواك برفقة وفد من حركات الكفاح المسلح الذي ضم أحمد تقود لسان حركة العدل والمساوى ياسر عرمان سعيد الحركة الشعبية الشمال بقيادة مالك عقار محمد بشير عبد الله حركة تحرير السودان وأبدى استعداد مؤسسات الفترة الانتقالية لمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه مسيرة التفاوض من جانبه أوضح مقرر الوساطة ديوم طوك في تصريح صحفي أن الوفد قدم لرئيس مجلس السيادة تنويرا عن مفاوضات السلام التي استضافتها عاصمة دولة جنوب السودان جوبا وبعض العقبات التي واجهتها نحن الآن وصلنا لنهاية التفاوض وصلنا للوصول على السلام وعملنا رسالة سيد الرئيس جازية بتاع دولة جنوب ورئيس السلفة بتوقيع اتفاقية السلام الشامل بنجمل كل غضايا المعلقة في السراعة موجود في السودان ونحن دارين بين الكبير في السودان السقر ما يكون في أي زازة ذا كان فيه السلام موجود في السودان معنا السلام موجود في جنوب السودان الانسقرار بين الدولتين مربوضين سوا والأمن القومي بين الدولتين بعدد الدولتين سوا ونحن قبلنا سيد الرئيس وكان سعادة جدا بوجونا وسعادة جدا سلم كتاب من أخوه رئيس السلفة وقال له انحنا ماضين في حد المشوار والجهازية بتاع السودان شعبا وقومة اكتزامه عن السلام حثى رئيس الوزراء دكتور عبدالله حندوق مصر واثيوبيا على ضرورة العودة لطاولة المفاوضات وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول قضية سد النهضة جاء ذلك خلال مخاطبتين عقاد قمة افتراضية عن سد النهضة اليوم بوساطة من رئيس جنوب افريقيا بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي دكتور ابي احمد والرئيس الكيني اوهارو كينياتا ورئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية فيليكس ورئيس الوزراء مالي ابراهيم ابو بكر كيتا ورئيس المفاوضية الاتحاد الافريقي وأوضح حمدوق انه يؤمن بشعار الحل الافريقي للقضاء الافريقية وان القادة الافريقة لديهم من الحكمة والقدرة ما يؤهلهم لحل مشكلاتهم بانفسهم عالميا قال الكريملين في بيان عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين الرصيف فلاديمور بيتون والفرنسي مانويل ماكرون ان الزعيمين دعايا لوقف اطلاق النار في ليبيا والعودة الى مائدة الحوار وكانت فرنسا والمانيا وايطاليا قد دعت يوم الخميس القوات الموجودة في ليبيا لوقف القتال كما دعت الاطراف الخارجية للكف عن اي تدخل في محاولة لاعادة المحادثات السياسية الى مسارها حثى محقق حقوقي بالامم المتحدة الاتحاد الاوروبي على النظر في اجراءات لمنع اسرائيل من ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة او معاقبتها وذلك بعد ايام قلائل من توجيه اكثر من الف مشرع اوروبي نداءات مماثلة وضم الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتريس صوته الى اصوات الاخرين يوم الاربعة ودعا اسرائيل الى التراجع عن ضم المستوطنات في الضفة الغربية محذرا من ان الخطوة تهدد اي فلسطيني لتحقيق السلام عبر التفاوض مع الفلسطينيين الذين سعون الى اقامة دولة تشمل الضفة الغربية وبعد ست سنوات من انهيار اخر جولة من محادثات السلام مع الفلسطينيين حدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتنياه اول يوليو موعدا لبدء مناقشات مجلس الوزراء حول المضي قدما في الضم اقتصديا اصدر بنك السودان المركزي منشورا وجه بموجبه المصدرين بالالتزام بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الاشرافية والرقابية المختصة وبموجب القرار تم حضر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والاجانب وافرادا وشركات عدى شركات الامتياز العاملة في مجال تعدين الذهب ووفقا لمنشور تقرر ان يكون الحد الادنى لاعتماد عقد صادر الذهب عشر كيلو جرام ذلك بعرض خاص بالذهب المصفى او ما يعادل عشر كيلو جرام من الوزر بالنسبة للمصدر خام بحسب شهادة الفحص والتحليل الصادرة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقايز وحصر المنشور دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطات العينية للذهب وفقا للقانون وان يتم شراءه من سوق الذهب مباشرة اعلن رئيس مجلس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن واعضاء المجلس ترحيبهم بنتائج مؤتمر شركاء السودان الذي استضافته العاصمة الالمانية برلين امس وشارك في الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بجانب العديد من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لدعم جهود السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية وعبر رئيس مجلس السيادة واعضاء المجلس عن تقدير السودان حكومة وشعبة للجهود التي بذلها منظموء المؤتمر لانجاحه ولكافة الدول والمنظمات المساهمة لمواقفها المتميزة ودعمها لانجاح الفترة الانتقالية في اخبار الرياضة افادت تقارير صحفية ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منح نادي المريخ السوداني مهلة من اجل الرد على الشكوى التي دفع بها اللاعب كونو باتري البنيني الجنسية الذي كان قد اتفق مع النادي للتعاقد معه في العام الماضي لارتداء شعار النادي وفقا لمصادر وبحسب مصادر صحفية فان النادي كونو باتري كان قد طلب من نادي المريخ مستحقة تصل الى خمسة وخمسين الف دولار وسابقا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد حضر نادي المريخ السوداني من تسجيل اي لاعب محلي او اجنبي خلال فترة تسجيلات اللاعبين في العام الفين وثمانية عشر بسبب عدم ايفاء النادي ممستحقات لاعبه السابق الافواري كواسي مارسيال اكد ظهير نادي الهلال اللاعب اطهر الطاهر انه لم يكمل اي اتفاق مع نادي المريخ وقطع بانه لا توجد اي مفاوضات مع قطب المريخ عصام قدالة وكان اطهر شارك في المهرجان الذي اقيم في منطقة فتسبيب بدعوة من النجوم الدوليين واضاف انه تفاجأ باحاديث تؤكد انتقاله للمريخ من جانب اكد وكيل اللاعب احمد عثمان لباج نيوز انه لا توجد اي مفاوضات مع المريخ ناهيك عن الوصول الى انتفاق واوضح ان الصور التي انتشرت كانت بعد مشاركة اللاعب في مهرجان الجزيرة بولاية الجزيرة ختاما هذا تذكير باهم العناوين ولاية الخرطم تقرر اغلاق الجسور والمعابر يومي الاثنين والثلاثة البرهان يبد استعداد الدولة لمعالجة اي اشكالات في طريق السلامة السودان يؤكد لمصر واثيوبيا ضرورة العودة لطاولة المفاوضات حول سد النهضة ختاما اشكر لكم المتابعة تحياتي عامل وتحياتي في امان الله